صباح الخير او مساء الخير يا برج العقرب. اه القراءة المعرضة للاعاطفة المعرض في الطاقة اللي عندها. اه برج العقرب انت تقريبا كده زعلان مع الشريك ممكن. اه دو متشايف كده. اه ومقدم لك اه حد مقدم لك عموما يعني عرض ممكن يكون عرض خب جديد او عرض مصالح ولكن انت زعلان اوي 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 واعد تحت الشجرة وبتشتهمك للكبات. مش عارف انت تجننت ولا برج العرب. برج العرب على فكرة برج يعني هو صحيح لدعيته والقبر ولكن والله يحساس جدا 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 جدا. وبيحب اوي اللي يحبه يعني. المهم ان انت زعلان اوي ودكرته والله بيشوف اعلان برج العرب انه عنه ده اوي. متمسك برأيه اوي. فحد مقدم لك عرض وانت مش شايفه اصلا. ومش شايف حاجة عموما وعموما بتدور على على كوباية فرضية هنا. اه سوري كوباية مش موجودة. وفي عرض تاني جاي لك ولكن انت مش عايز تقل. اه برضو هنا نفس الكارت برضو. اه حد مقدم لك حاجة. حد مقدم لك ممكن يكون دي تقتك ودي تقت الشريك. هو مقدم لك عرض ممكن يكون عنده حب. بالزبط. وفي عدالة في الموضوع. عايز يعمل عدل في الموضوع. او يرجع العلاقة مرة تانية. ولكن انت اه تعبان قوي وبتقول له امشي بقى او كفاية بقى. كفاية كده عمر اللي راح. وعمل تسمع في اه برضو تمن عشور. وآآ جيت على قرامة كتير بقى والحالة العصرية بتشتغل. طب مشاهل الشريك ايه? عدد. ده انت مش هيل منه قوي برضو العرض. مش هيل منه. الشكله كده عمل فيك حركة مش حلوة. ممكن تكون اكتشفت ان فيه طرف ثالث في العلاقة. اه ومش طرف ثالث. ان يكون فيه طرف سيوف كده ممكن تكون خيانة. او مرضو مش خيانة. بيكلم حد. بيعرف بنات. كده يعني. بتعرف ولاد. مش هتمشي على الشخصين يعني. او اكتشفت ان فيه حد بيكلم حد وفلس. طيب. آآ برج العقرب. آآ شريك مشاعره حلو قوي. وآآ بيحبك. وآآ شايفك انت الصلميزي بتاعه. وشايفك انت اللي هتحقق له الحاجة الحلوة في حياته. ومش شايف اي مشاكل في العلاقة اصلا. هو آآ مازال بيحمل ليك المشاعر الطيبة الجميلة. واعتقد ان هو فعلا مقدمك عرض مصالحة. لان انت قلبك مجروح قوي منه. وآآ بيقول لك نتيجي بقى ان رجع المال ما جريها بقى برج العرب. وآآ وهو عارف ان انت عنيد عموما يعني. وآآ متمسك برأيك بس هو مازال بيحمل ليك المشاعر. لو تتعامل مع حدا من البرج الاسد. ممكن. او برج مائي برضو زيك. او هوائي. آآ مائي برضو هنا تعمل. طيب. آآ انت بقى يا برج العقرب آآ قلبك مجروح قوي 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 قوي. وآآ ندمان على العلاقة ككل. وندمان بقى على اي حاجة حصلت. آآ يعني لو كنت آآ بتديله لو كان محتاج منديله وديته منديل كده في يوم الايام. انت ندمان على المنديل ده. وبرج العرب اصلا من الامراب انا امر في العرب. انا يعني لو قلت لرحل ازايك باندم. باندم والله لك انت ازاي جديد. سوابعي تابت في الكتابة باندم على عقص. وبعده وكتب ازاي كده انه دمانه. فانت ندمان أوي وعندك حصرة جديدة أوي من العلاقة. وشايف ان هي علاقة فشلة. وانت ما يعني يقولك ما خرجتش الا با يعني لا تطي بلح مش عارفة بلح اليمن ولا يعني بالشنطة قبيبا لما سلطي بصحة اه فيعني الكارتين مش شبه بعض خالص اوه شايفك ان انت السول ميت بتاعه لانه مقدم لك عرض 2 اهو لما انت مسك بيك قوي يا برج العرض ده مش سعيبك مش هيسيبك اصلا ده راجع وتقريبا جينيسة تقى يعني مش بيهزر معك لانه هو اهو بص حتى الكروك جيه ورا بعضا اهو معني ما ماخدش كارت رابع بس هي جات زي اه عايز يعمل عدل هو تقيبا حاس انه هو بوز الدنيا اه في خناقة حصلت بينك واللحاجة او او شاعر بانه فعلا 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 اه عمل حاجة انت اكتشفت ان هو بيكلم حد عليك او وصل لك اقبال ان هو بيكلم حد عليك واسدت العلاقة وقولت له شكرا اوي على كده ومشيت فهو راجع بقى يقولك لا انا ما تسدنيش والله انا من غيرك والاسوى والكلام ده بقى اكتب ده ودعاله وابس انت زعلان منه اوي 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 ومتقلم منه اوي اوي لكن هو شايفك ان انت السلمي بيكعمل وابا نفس الكوباية وابا يعني نفس الكوباية ليه لانه فعلا انت كنت مديله حب جامد اوي اوي وابا مديله مشاعر طيبة وهو كان بيديلك برضه او ممكن يكون مش بيديلك لان انت مشيت مشيت وسيته بس هو شايف ان انت كنت تجيله وكان بيديلك نفس الحاجة ايه طب هو شايفك ازاي برج العرب هو شايفك ان انت شخص عنيد ومتمسك برأيك اوي ومتكبر كمان وهو شايفك كده بقى عشان ما تقولت حاجة بس هو صح يعني انت فعلا متبسك برأيك اوي وتقريبا عايز تبصل قدام وتسيبه واديت له ضهرك وبصص له قدام وسايبه خالص وخلاص بقى لو انا مش عايز منك حاجة وانا استقر للواحدي وهبقى الواحدي وسيدني في حالي بقى شايفه ازاي انت شايفه لو بتتعمل مع برج الاسد طبعا انت شايفه شخص اا اعتقد يا برج العرب هو شخص اا برضو برضو في صفة اللي عنده وشخص متحكم اوي ممكن يكون اا كان بيخنوقك في العلاقة وكان مسك عليك اوي اا وشخص اا بيحب يتحكم في اللي قدام بالمعنى التاني يعني اا بيحب يتحكم اوي في الشخص اللي معاني اا متحكم اوي شايفه متحكم اوي 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 وممكن كمان تكون شايفه ان هو مدكش المشاعر اللي انت تستحقه يعني انت كنت بتديله مشاعر وهو كان بيديلك نص مثلا حاجة تديله مسلا ان تكلمه اا مرتين تلات مرات في اليوم هو لما يجي انت تنتظر المكلمة منه ما يكلماش او انت اللي كنت بتبدأ ده شايفه ان هو شخص متحكم وشخص اا فيا اا بياخد او اي اوي اوي على نفسه مش انه يعني منعزل بياخداء عليها حاجة ان هو ما يديش لحد مشاعر اا او او اي او 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 اي او او اتحكم فيك او او اي او 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 اي او 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 امنfriendly شخص متحكم count Respondal عليك اوي اوي اوي. شاف ان هي يعني علاقة فيها تحكمات كتير اوي. لان انت مجروح عالبك اوي منه. اوي يعني. وبحصره وندم بيه. ولكن هو ما يعني انا حاس ان هو مغيب او حاجة زي كده. لانه يعني عارف انت لما تافل معاه تقول له يوشي من هنا ايلا ومتجيش هنا تاني وبتاع. يقول لك لا انا والله ما اسيبك يعني. انا بحبك. اه برج العرب بتحكي عن نفسه برضو ساعاته يقول لي ايه يقول لا انا همشي من علاقة هو دا. هقول لك بقى برج العرب هو عايز يعمل ايه. هو لاجع. لو انتو بتتكلموا مع بعض وما فيش فراء ولا حاجة. واعتقد هو ما فيش فراء. هو عمال يكلمك دلوقتي. او هيكلمك. وممكن يكون تاني عارض يقدمه او تلت عارض كمان. او بيزن عليك. لانه زنان اوي. زنان وما بيبيقس عليك. شخص ما بيبيقس. اه كل ما هتجي تقول له. انت جرحتني. واضطعت في قلبي. وتريبتي معاك قوي يروح مدافع عن نفسه بقى. اه يدافع عن نفسه. ويقول لك لا والله دا انا بحبك اهو. استنى بس استنى بس انت رايح فين. خد بس ما قولك انا دا انا بحبك. انا انا غيور او انا متحكم او انا مش عايزك تكلمي حد غيري او انا مش عايزك تكلم حد غيري. وبتاع ولكن انا بحبك. اه او انا بحبك عموما يا عشان ما بتقول. لا دول بانك نزهرش. اه يعني اهم. هو شخص اه باقي عليك قوي يا برج العرب قوي. اه مش ناوي لا. مش ناوي مش ناوي خاص. وشايفك انت الحاجة الحلوة اللي معي يعني. انت بقى ناوي على ايه? انت ناوي توازن. ناوي توازن عموما. سواء لو كنت هترجع في العلاقة دي مرة تانية. انت ناوي توازن بين عقلك وقلبك. لان الظهر يا برج العرب ان انت اه اه اديته كتير قوي. قوي. واديته اكتر ما هو اديك. فلزلك ان جرحت. وحسيت بعدم تقدير في العلاقة دي. بالزبط كده. عشان كده انت عايز تعمل توازن. انت بدل ما كنت تديله العشر كوبات مثلا. هتبدأ تديله اه مقابل كل كوباية. هو يا دالك انا هدي كوباية. اه هتكلمني اه كلمتلي العرض هكلمك. اه 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 هتمت بي هتم بيك. غير كده لا يععم. انا تعلمت الدرس. انا انجرحت من發現. ده فوقك يا برج العرب. اه اه هتعمل توازن لو رجعت تاني بعد ما هو هدفع عن نفسي. اقولك لله والله ايض انا بحبك اكتر على نرجع. فلو هترجع تعمل توازن في العلاقة كواتي له. ووا واناوي انت اللي تعمل توازن ده. اناوي اتقوله با. اه 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 شوف با? هتخني اها لا طبعا يعني الخيانة متبقاش بصادر الخيانة ولكن هتناوي انت تعمل توازن تاني في العلاقة دي يا برج العرب وتقول له زي ما انا بديك انا كمان هاخد ومش هسكت المرة دي. طيب هو شايف العلاقة ازاي? هو بصراحة يعني العلاقة حلوة وزار ان هو خلاف عالحدات فعلا يعني بسيطة مش مش حدا صعب يعني. الا لو كانت فعلا انت اكتشفت طرف ثالث في ولكن لو اكتشفت طرف ثالث فاعرف ان الطرف الثالث ده طرف وهمي. بيبسالة دي. انا حاسة ان هو شخص زي ما قلتلك اه شخص اه متحكم وشايف نفسه شوية. ممكن يكون اه بيشتغل اه اه حاجة اه مسلا اه مشهورة عالسوشيال ميديا او مشهور نوعا ما وشايف نفسه وابيحب يتكلم نفسك تير قوي بس في الاخر اه انت 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 اللي في باله على فكرة. يعني سواء بيكلم انت لو اكتشفت انه بيكلم بنات غيرك ولا حاجة بس انت برضو انت رقم واحدة عنه. بو شايف العلاقة ازايها شايفها علاقة جميلة قوي. وعلاقة فيها زكريات كتير اظهر ان انتو فعلا بقلكم كتير فترة مع بعض. وفيها زكريات حلوة قوي. وكل ما بيبعد ما يقدرش يبعد. ما يقدرش يبعد عنه. لو برج اسد فهو مش هيقدر يبعد عنه. برج الاسد عموما اللي ما بيحبه ما بيسبش. فهو شايف انهو ما يقدرش يبعد عنك. انت الشخص المناسب ليه. الشخص اللي بيحسسه. بالضبط كدق شخص اللي بيحسسه بانهو طف. طف. بيتعامل بطبيعته معاك. بيحس بالحنان في العلاقة دي. انت كنت حنون عليه قوي يا برج العقل. واديته ومشاعر جميلة قوي قوي قوي. حسيته الحساس ده. خلت العلاقة بالنسباله زي الجنة. مليانة كوبات فيها ورد. مش كوبات فاضية. دي فيها ورود. وفيها مشاعر. العلاقة دي مليانة مشاعر. عشان كده هو حسس بان انت انت السلمي بتاعه. انت الطرف الحلو اللي فيه. عارف لما يقولك انت انت اجمل حاجة في حياتي انت اجمل حاجة في حياتي. حتى لو هو مشهور. او بيشتغل كتير. او مشغول عنك. فلا. انت رقم واحد يا برج العرب. ما تخافش. ما تخافش يعني. انت كمان شايفه ان هو بداية حلوة. وانه وان دي وانها علاقة مليانة حب. عالفكرة علاقة فعلا مليانة حب. مليانة حب قوي. بس ممكن يكون فيه خلفات. فيه فيه انت اتقمصت منه يا برج العرب. خاتت منه موقف. عمل حاجة. عمل حاجة يعني وشي. حكيب جوجل عرب ما بيقلبش كده. اا ولكن انت شايف ان فيها حب كتير قوي. العلاقة دي فيها حب كتير قوي. فيها مشاعر جميلة قوي. فانتو اللي اتنين مشاعركم متساوية. ولكن حصل سوق كفاهم مش اكتر. واا طبعا هتتجعل بعض ان شاء الله بإذن الله. او انت ناوي تعمل بتواسك. لو انت يا برج العرب اا اللي مشيت وسبت العلاقة. لو انت اللي تمشيت او متكرر تمشي. ركز معي بقى. لو متكرر تمشي ومكرر ترفض عرض المصلحة. وبتقول له لأ مش عايز ارجع تاني. النصيحة بتقولك انتظر يا برج العرب. خليك في العلاقة. ما تمشيش. لان الشخص ده بيحب قوي. وشايفك النص التاني. وشايف ان العلاقة مليانة حاجاتي يعني يعني لو بازت هتبوز معها حيات كتير قوي. لان هو بنى حياته عليك. ممكن تكون كنت بتساعده. اا بالنصيحة حتى. يعني دي برضو شخص ينصح. فممكن تكون انت كنت بتنصحه. اا ممكن يكون اا كان اا في ازمة في حياته وانت عدته منها. المهم ان هو شاير معك بمشاير حلو قوي. فالنصيحة بتقولك ما تمشيش. سمحت. ما تمشيش يا برج العرب. وانتظر. اا هو هيتصلح. لو في حاجة مش عاجبك في العلاقة هتتصلح. وما تخافش. وخش بقلب جامل. وبطل بقى تحكم اا تحكم نفسك. بطل تبقى عنيد. وتمسك برأيك. بدون اي اا داعي. لانه اا اذا اشألت الدنيا. علمهم برضو نصحة حينة حلوة. اا هو بيحبك قوي على فكرة. والنصحة بتقولك لو سمحت ما ترفوتش العرض. جالك بعرضه مصلح. وعلى فكرة برضو ذكرت الخاطب. واخد واخد قرارة على فكرة. عايز يرجع. واسكنتو بتتكلمه دلوقتي اهد عليه. اهد عليه. لانه هو عمال يدفع نفسه كتير قوي. الظهر مكون شاير يجي يقولك على فكرة والله العظيم اعملت حاجة. والله لأ والله لأ. برج العرب اقولكو بقى يعني مشكلته ايه برج العرب. بنات برج العرب بالتحديد. متملكة. ودي مش عيب. مش عيب. متملكين ده مش عيب. اا لكن تخنق اللي معها لا. لكن متملكين او. ويحب الشخص اللي معي بقى بتاعهم اموما بس. او ممكن زي قلتلك انه اا او زي الترك يعني عموما انتو شايفين انه هو اا مهتم بحدات تانية. وسايب كنتو. متحبوش كده ده برج العرب بيحب الاهتمام قوي يعني. فبنشوف المفاصلين. ممكن يجري طبعا الطاقة الاولانية خلص طاقة تانية. ولو شفتها شابعة بخلاص. انما لو شفت ان النهاية مختلفة الشاب شخص الشعر ده بيجي منين. اا بيبقى مش بتاعهم. لان الطاقة دي ممكن تبقى ناس يعني معكوش عن بعض حاجة خالص 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 طاقة. مفاصلين من برج العرب. مش عارب ايه حاليا. ويناوي الخطوة اللي ياخدها او عايز ايه مده. اا هو حاليا مش هقول مستقر. ولكن هو شايف نفسه الايام دي. وآآ بدأ يبصل نفسه. وآآ بدأ ان هو يشتغل على نفسه شوية. اه. خرج خرج برا السجن افكاره. فكما بيتتعامل مع حد برج الجوزاء برج العرب. ممكن. ناخد ورقة تانية. اه. بص يا برج العرب هو حاليا آآ خرج برا الهواجز اللي هو كان عاملها نفسه. العلاقة بازت طبعا. فهو بدأ دلوقتي حالا يتحرر من الهواجز اللي كان فيها. وآآ وبدأ يخرج برا الافكار السودوية اللي كان عايش فيها سواء اللي هي قلم الفراء ولاحظة الفراء نفسها. آآ سواء يعني شدته مع بعض اي حاجة. وبدأ يشوف هيعمل ايه في حياته. آآ سواء كان هيتم بشغل او يرجع العلاقة مرة تانية. لان ده شخص مستقر. وفعلا هو بدأ فعلا فعلا بقى مستقر دلوقتي. يعني هو حرفين بقى مستقر. ومستقر في مشاعر على فترة. مشاعره مستقر دلوقتي وبدأ خرج من الطول ده. طيب هو ناوي على ايه? هو هو ناوي هو طبعا مجروح. بصوا دي يعني مرحلتين من مراحل وجعي لقلب عموما. فهو خرج طبعا من كده وهو في السابق كان بالممزر ده قلبه مجروح منك جامد قوي. وآآ تعبان قوي ممكن من غيرك. مش منك. ممكن تكونوا بعملتولش حاجة. هو اللي مش. فهو من غيرك تعبان. وآآ ناوي يرجع تاني لعلاقة لانه اكتشف ان انت السول ميت بتاعه. ممكن تكون تعملوا مع حد برج الجوزاء يعني او مزاني. برج هوائي هوتاني. وهوائي برضو. مشاعره في ايه بس تمام. آآ آآ بدأ يكتشف ان انت السول ميت بتاعه. انت شخص الجميل اللي في حياته. وانت الحب الحقيقي. وهيرجع توازن العلاقة دي ان شاء الله بإذن الله تاني. ناوي يرجع لتوازن دواتة مشاعره. هيرجع لعلاقة دي تاني وهيشتغل عليها. وعايز يمشي بالعلاقة دي القدامي. عايز يمشي بالعلاقة دي القدامي. هو آآ حاليا حاليا دلوقتي مستقر جدا في مشاعر. وآآ وبعد طبعا ما كده يعني مش مش مستقر. طبعا يبنزع لقوي لما نعرف ان اللي بيدي عنه مستقر. لكن قبل ما كان مستقر كان ايه كان كده. افراحوا بقى. ممكن يكون ازانة يعني. ازا الشخص ازا برج العام. فهو ما اتخافش هو كان كده. وآآ عايز يرجع. ولو بتعاملوا محاول برج الجوزاء زي ما قلتلكم. او برج الميزان. او برج آآ طرابو. فهو ناوي يرجع. وآآآ لانه كشف ان انتو السلمات بتاعه. وهيمشي بالعلاقة دي القدام ان شاء الله رأيزني بالعلاقة. مش حاجة وحشة ايه. طيب العزاب بقى اللي هو ما فيش حد في حياتهم. او آآ بقالهم فترة طويلة او ما رتبطوش. لان العزاب دول بيبقوا مش منفصلين. حتى لو كانوا فصلوا. لقالهم فترة طويلة او ما رتبطوش. فجي نقسم الورق الاول عشان عزاب دول حبيبي. ازال لنبط المعرف. جاي بطول. ممكن يكون آآ شخص ده هيزر في شهر التمانية مش سبعة يعني. اآآ. جاي نسعاد ممكن يكون بغاية الرقل واحد. عمدي يجي يكون بغاية الرقل بحبك في غاية الرقل. في حد داخل في حياتنا علاقة. مشاعره ايه? وناوي علاقة. الحمد لله اخر حاجة دي بتعجبني في الموضوع. طعب قابل بس ما نبتدي في كراءة. بس الحاجة بسكنا. بص يا برج الاعراب. اآ الشخص اللي جاي في حياتك هو شخص من برج مائي زيك. وآآ ممكن يكون برضو برج الاسد برضو. اآآ او برج التراب. اآآ الشخص اللي جاي في حياتك ده هو شخص ممكن يكون شخص اآآ قديم برضو. اآآ او شخص من الماضي برضو. اآآ ممكن ميكونش كان في علاقة اصلا ما بينه. وآآ ولكن هو يحمل مشاعر خياضة قوي ليك. قوي 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 يعني. وممكن يكون الشخص اللي من الماضي ده مشاعره كانت متزبزبة في الماضي. يعني كان بيخش في حياتك ويخرج تاني بسرعة. يعني يتكلم شهر ويغيب تلاتة شهر ستة شهر. فمكتش عايفة هو عايز منك ايه. وبعد كده مشي تماما ومرجعش تاني. فهو راجع تاني. وآآ ممكن يكون شخص جديد بقى. شخص آآ يعني آآ يعني شخص حبوب جدا. وآآ وبيحمل مشاعر طيبة ليك. وآآ يعتبر السلميت بتاعك. او شبهك. لان ممكن يكون شبهك مش السلميت بتاعك. شبهك بس مش اكتر. وآآ مشاعره ايه هو مشاعره مندفعة جدا عليك. وآآ عايزك. وآآ عايز يقفل عليك الشابتر زي ما بيقوله جدا. عايز يقفل عليك الشابتر من حياته. عايز يقفلها عليك. وعايز استكرار معاك انت. لو هو شخص جديد خالص فهو مختارك انت. مختارك انت وعايزك. ممكن تكون كانت علاقة ثلاثية. وهترسى عليكم تلكين بس. مم. شكلها كانت علاقة ثلاثية فعلا. اه زي ما قلت لكم حد قديم. بقى له فترة كديرة قوي ما تتكلمش معاكم. وآآ كانت علاقة ثلاثية. وآآ انت سبت ومشيت. او بقى حصل فراء وخلص. هو حصل الفراء. وانت بعيدت عنه. ولكن القدر رجعت تاني. دي عجلة تلحظ القدر اللف لفته. ورجعه تاني. وهو شخص طيب على فكرة مش وحش. وآآ اخترك انت. واجيلك باقصى سرعة. آآ عنده. بس خلي بالك. ان المشاعر بتاعته مش مش مستقرة. خلي بالك يعني. آآ يعني مش مستقرة بيفقد كتير قوي 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 قوي. والآن من الخطوة اللي هو هياخدها. دي مشاعره. الآن. آآ بس هو عايز يجي. وعايز يستقر عليك. ويقفل زي ما قلت لك اول. يقفل الشابتر عليك انت. الشابتر من حياته عليك انت. ويقفل الماضي اللي حصل. لانها زي ما قلت لك ممكن تكون كانت علاقة سلاسية. وآآ حبك انت. وشايفك انت الشخص اللي تنفع في البيت. ده ستة كبيرة زي في القراءة التانية بتظهر يعني. يعني آآ آآ حصل اشتياء. بمعنى انا اصح. وهو على فكرة اتخزل من الشخص التالت. والشخص التالت سابه لو علاقة سلاسية خلاص راحت. وآآ هيرجعلك انت. لانه مش عارف يعيش من غيرك. مش عارف اصلا. كل مايجي ينام يفتكر الزكريات اللي فاتت لها. فهو راجع تاني. وعايز يدي فرصة للعلاقة دي مرة تانية. ده طاقة تالتة خالص يا برج العرض. عشان ناس اللي بتتفرق ما تقولش ده طاقة تانية ما تكملها مع تلتة. لا. ده العزابر. اللي بقلهم فترة طويلة او ما رتبطوش. او كانوا مرتبطين. او كانت علاقة ما كانتش علاقة اصلا. يعني يعني عارفون بعض ولكن لاحد يتكلم ولا حاجة. ولكن انت اكتشفت مفيتة تحتالت. واسبت ومشيت. فهو نهى الطرف التالت. ونهى خالص الموضوع ده. وجايلك انت يفتح معاك اللي ودي. طب نشوف مشاعرك انت ايه تجاه العرض ده. انه ده عرض عموما. حتى لو كان عرض قديم هو عرض. مشاعرك ايه? او. يا ايه جات معاك مينة. جات معاك مينة. انت انت هتبقى فرحانة قوي 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 بالموضوع ده. هتنتصر. هتحس ان انت انتصرت يا برج العرب. هتحس ان انت انتصرت. انتصرت بيه هو. وتقريبا زي ما قلت لك هو سابق. او انت سبته. وزيلت قوي على علاقة اللي فاكت دي. بس ما تقلقش. هو بيفكر فيك وعايزك. ومشاعرك هتستقر. والموضوع هيمشي للي انت عايزه. هيمشي لقدام وهيمشي للي انت عايزه ان شاء الله بإذن الله. يعني ان شاء الله الحمد لله انتهيت على خير. برج العرب يتمنى تكون القراء عجبتك. وبعيد تاني طاقة الاولانية غير الطاقة التانية غير الطاقة التالتة. وانا بعملها تلاتة كده. عشان الطاقات ايه؟ هي ممكن تكون القصة شبهت. ولكن حدست مع حد تاني خاطر. عشان الاولانية لو راجع والتاني هنا ما بتفكرش اصلا. والتالتة حد ليه علاقة يعني مختلف تماما او بيفكر ينتقم مثلا ولا حاجة. فلا. ملاش قد معلات. والناس اللي بتسأل لا اهو ترابي ولا مائي ولا ولا ولا. عندنا خرط الابرق اه شمسي طالع اه و اه قمر. فممكن يكون الشمسي بتاعه خود. والقمري عقرب. والطالع بتاعه او الصعيد بتاعه اسد. اتفضل اسيدي. فخلاص بدني يعني كده. عقرب. فخلاص بدني اه او الصعب. وفخلاص بدني اه ابي آذار.. كيف تحضل اكتنا في الهيطان؟ انقبت من وضع ينطلق؟ قد لا تنسى وقت الهيطان.